كنت ذكرت قبل هذا الفاصل ما أشار إليه الشيخ حسن بنى رحمه الله في الشيخ شلبي وما ذكره عنه في بعض المواقف لعلنا نستمع إليه في هذا النص وانقلب الحديث إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي ويعلل وفاة كريمته بغيرة الله على قلبه فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه واستشهد بإبراهيم عليه السلام وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه وبيعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله سبحانه وتعالى وإلا كان كذابا في دعوة المحبة وساق قصة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له يا أبتاه أتحبني فقال نعم يا بنيه فقالت والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم فقال وكيف ذلك وكم كذبت فقالت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا فبكى الرجل وقال يا مولاي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل وهكذا من الأحاديث التي كان الشيخ شلبي يحاول أن يسري بها عنا ويصرف ما لحقنا من ألم لمصابه وخجل لعدم قضاء هذه الليلة عنده وانصرافنا وعدنا إليه في الصباح حيث دفنا روحية ولم نسمع صوت نائحة ولم ترتفع حنجرة بكلمة نابية ولم نر إلا مظاهر الصبر والتسليم لله العلي الكبير يعني الشيخ شلبي يعني شخص غير معروف يعني لكن مع ذلك ترك أثرا على الشيخ حسن بناء الذي سيكون له بعد ذلك صيد كبير نعم هذه كما ذكرنا في الحلقة الأولى الشيخ عبد الله إنه في بعض المواقف المجهولة التي تنطمر وتندثر لو لا أنها سجلت في مذكرات بعض هؤلاء الأئمة فبقيت وبقيت أسماء أصحابها معها الموقف اللي حتى نتكلم فيه ده موقف تشعر أنه من مواقف السلف الأوائل طبعا هذا الشيخ شلبي الرجال هو واحد من أعضاء الطريق الحصافية الذين كانوا يكبرون الشيخ حسن البناء ويعتبر البناء في عداد تابعيهم فهذا الشيخ شلبي الرجال كانت له ابنة ورزق بها بعد عمر ولذلك سماها روحية روحية يعني من الروح إنها كانت روحه فهو بيقول أنه كان من عادات الطريق الحصافية في ذلك الوقت إنه هو في أيام المولد النبوي طبعا مسألة الخروج بموكب للمولد النبوي ونوع من الدعوة هذه كانت من الوسائل التي كانت تنتشر في الريف ويعني في هذه الآوينة نعم بيقول كان الليلة على إن إحنا نخرج من بيت الشيخ شلبي الرجال بالموكب وفعلا قرجنا وكان البيت نظيف وشربنا الشربات وكل حاجة ولفينا ورجعنا وخلاص علشان إيه يعني ننصرف إلى بيوتنا فقال إن شاء الله بكرة تعدوا علي بكرة الصبح علشان يعني إيه ندفن روحية إزاي هذا الكلام طيب متى حصل المهم يعني قال لهم والله روحية دي ماتت النهاردة وأنا يعني محبتش أزعقكم وبعدين إحنا حصل يعني أعادنا مع بعض وأخرجنا الموكب ومحبتش إن عادتنا تتخلف وهكذا سري عنا فهو بيقول يعني إن بنته التي كانت منه مكان الروح فقدها ومع ذلك يعني الأمور مشيت كما هي والرجل قال لي إحنا طبعا اتكسفنا يعني إحنا مش عارفين الخبر وأعدين بن هزر عنده وابنشرب شرباته وبنته الوحيدة ميتة آلفا قلب يعني الشيخ شائب الرجال أخذ هذا المجلس وقلبه درسا في التصوف فذكر أن الله يغار على قلب عبده وإنه لما أحب إبراهيم إسماعيل أمره الله بذبحه لما أحب يعقوب يوسف أمره الله يعني غيبه الله عنه وهكذا فكان هذا الموقف أي هو بيقول طبعا إحنا رحنا تانيوم ودفنناها وما اسمعناش لا كلمة نابية على نحو ما يكون في المآتم ولا نوح ولا غير ذلك أنا أقول إن هذا الموقف من المواقف التربوية التي تترك أعمق الأثر في نفس الداعية ومع أنها من رجل غير معروف ولا يكاد يذكر له اسم ولكن فعلها في أثره فعلها في نفس الرجل فعل عظيم ولذلك ينبغي أن نلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقيرنا من المعروف شيئا لا تدري ما هي الكلمة التي تفعل فعلها في النفوس وهذه من المواقف الروحية والتربوية التي لا تجدها في كتب الرقائق يتجدها أيضا في تضعيف كتب المذكرات ترجمة نانسي قنقر